لو بتستخدمي غسول من شركة لراش بوسي بأكيد واحد من الغسولات اللي هنتكلم عليهم النهاردة عد عليك يا قبل كده النهاردة هنعمل ريفيو عن 3 انواع من غسولات لراش بوسي بس ريفيو هيكون عزمي وبالقدر ولكن قبل ما نبدأ لو مهتمة بمجال الكوزماتيكس ما تنسيش تتابعي كل جديد معايا اول غسول هنتكلم عنه النهاردة هو لراش بوسي بجمينت كلار بريدنينج كريم كلنزر وده عبارة عن غسول كريمي مش جل تقدر يتشوفي الفيديو اللي فايت عشان تعرفي الفرق ما بين الغسول الكريمي والغسول الجل الغسول ده بيحتوي على اكتر من مادة اهمهم اللاوريك اسد وده بيساعد على ازالة الحبوب كمان عنده مادة الكربولايل سلسيليك اسد وده بيعمل تأشير للبشرة عشان يفتح البشرة وكمان بيساعد على ازالة الحبوب موجود في سياريك اسد وبلماتيك اسد وجليسرين ودول كلهم بيشتغلوا كمرطبات للبشرة للوحلة الاولى كده يبان انه غسول كويس جدا ومفيش بعد كده ولكن المشكلة هنا انه يحتوي على صيغ من المركبات اللي زكرناها من شوية بتعمل كومودوجينيستي او بتسد مسامي البشرة زي الميستيريك اسد الجليسرايل ستيريد لوريك اسد والبلماتيك اسد وكل دول هيعملوا مشاكل جدا من البشرة خصوصا من البشرة الدهنية تاني غسول معانا وهو الروش بوستي اف كلور بيوريفاينج فومجل من مميزاته النخالي من الكحولة عشان يقلل من تهيج البشرة بيحتوي على زنك البيسي ايب ده بيشتغل على ازالة الحبوب كمان يحتوي على مادة الكربولايل جلايكول ودي مادة مرتبة للبشرة الغسول ده يعتبر مناسب لكل انواع البشرة تقريبا لانه مش بيسد المسامي بس لو حصل اي تحسس منه لازم توقفي استخدامه فاولا الثالث غسول بقى هنتكلم عليه وهو الروش بوستي توليرين ديرمو كلانزر ده مناسب جدا للبشرة الحساسة لانه خالي من الكحول وخالي من الروايح كمان خالي من الزيوت العطرية يحتوي على مرطبات كتير زي الاسايل هيكسايل بالمي كربولايل جلايكول والجليسرين ولكن مشكلة الوحيدة اللي عنده ان مادة الاسايل هيكسايل تسد المسام بسورة عالية وعشان كده الغسول ده مينفعش للبشرة الدهنية لكنه هيكون مناسب جدا للبشرة الجفة والبشرة الحساسة غير الدهنية تانكس في الواتشنج اكتبولي في الكومننس حابين تعرفوا ريفيوهات عن غسول ايه